في طايلند. مبارح وعكة صحية يعني عندها آآ دور برد قوي جدا. لازم نقولها الف مليون سلام عليك. مش قادرة راحت مع مامتها المستشفى. المستشفى كان عايز تحجزها لكن مامتها انها دكتورة. توصلنا معاها وسألناها. اخبار كابتن هانا ايه? طمنتنا عليها. بالمناسبة كابتن هانا جودة هي اصغر لعيبة موجودة في بطولة العالم تحت 18 سنة ومن هنا. ومنقلات الاهلي بقول لها كلنا معاكي كلنا وراكي. لازم ان شاء الله بازن الله تبقى سريعا كده ما تاخدش دور برد معاكي كتير لان هو دور برد صعب. ياريت كلنا ندعي لها ونتبقنا لها الشفاء العاجل بازن الله والاستمرار مع متخب مصر في بطولة العالم. وهو مزيدة من انجازات في اتنس طولة. هنسيب بطلتنا هنا يا جودة وكابتن علي هاشم. وهنروح لأول اخبارنا نهاردة كابتن كريم عبد الجواد بيفوز ببطولة السكواش. بطولة السكواش بطولة مهمة جدا شانل فاز. بيفوز على مين? على كابتن محمد الشرباجي رقم اتنين عالميا. بيفوز عليه كم? تلاتة اتنين. مباراة استمرت ساعة ونص ومباراة صعبة جدا. مباراة كانت مهمة جدا بالنسبة لكابتن كريم عبد الجاد ادري يفوز على بطل مصر كابتن برضو محمد الشرباجي. فاز عليه بنتيجة تمانية حداشر. حداشر تلاتة الكريم. حداشر واحد. وعشرة اتناشر. خسر للشوت الرابع. وكسب الشوت الاخير حداشر ستة. بنقول لبطالنا. الف من يوم مباراة كابتن كريم عبد الجاد. اللي قدر تاني يخش في البطولات وقدر يستعيد مستوارة تالية بعد ما خرج من بطولة العالم في دور الستاشر. كانت مفاجأة كبيرة جدا لنا. بنقول له. ان شاء الله بإذن الله ربنا يوفاوا في المرحلة اللي جاية. هنستمر ونخلينا مع الاهلي بيصعد لنصف نهائي دوري المرتبط. دوري المرتبط لدوري سيدات لسه شغال لسه بيقول له حالا معلش ان ماتش لسه شغال. الاهلي صعد رسميا لانه فاز فاز في بطشين على سبورتنج آآ مرتبط وكبار المربرة الاولى كان فاز الاهلي في المرتبط ستة وسبعين اتنين واربعين والكبار فاز واتنين وسبعين اتنين وستين والنهاردة فريد المرتبط قدر يفوز باتنين وسبعين تلاتة واربعين بكده وصل النادي الاهلي للمرحلة اللي بعديها على طول وقدر يصعد الى النهائي لان المباركة قوية جدا مع نيل سبورتنج هنعرف تدريد هاوي احنا شغالين ولهم الف مبروك الاستمرار في دوري المرتبط بازن الله للحفاظ على دوري المرتبط بازن الله النجوم الدهت يعني فعلا مفشوط بهم جدا فريد طايرة رجال في النادي الاهلي بيعزف سون في نادي ما شاء الله عليهم النهاردة نادي المئة في المئة ايه بدون خسارة فريق الطايرة الرجال بيحقق ميت مباراة بدون هزيمة ما شاء الله نمسك الخشب نمسك الخشب بجد لان فريق الطايرة قدر قدر فعلا ان هو النهاردة بيفوز على نادي اسموها تلاتة واحد ميت مباراة هنشوف قدامنا دوري على الجرافيك الميت مباراة عملوا ازاي اتعاملوا من اول دوري ليهم او من الاول من واحد مايو عشرين ستاشر خسرنا في الدور قبل النهائي اللي اه كاس مصر ولعبنا نادي الطيران على الثالث والرابع كسبنا نادي الطيران وبدأت الانجازات تتوالى من واحد مايو الفين وستاشر لوقتنا هزا ميت مباراة هنشوف اهو زي ما احنا شايفين قدامنا في موسيب الفين وستاشر الفين وسبعتاشر اول مباراة واحد مايو مباراة تحديد المركزين التالت والرابع بكاس مصر امام طيران. كسبنا. وبدأنا نعد ماشياط. موسم الفين وسبعتاشر الفين وتمنتاشر. ما شاء الله. تسعة وتلاتين مباراة بدون هزيمة. موسم عشرين تمنتاشر اللي فات. عشرين تسعتاشر. اربعة واربعين مباراة. الموسم النهاردة في الفين وتسعتاشر الفين وعشرين ستاشر مباراة. فعلا. ما شاء الله على رجال التارة. ورجال التارة بيعني فعلا نجوم كبار جدا عندنا. ولازم نقوم الف مبروك. نت manageable. اهو التلخيص المئة المباراة لازم نقوله لكم الدوري الممتاز ستة وسبعين مباراة كاس مصر عشر مباريات دوري ابطال افريقيا اتنين افريقيا سبعة في سبعة قدر النادر اهلي يفوز في سبع لقاءات في بطولات افريقية وبكده لازم نقولهم فعلا الطايرة جيل بيسلم جيل لان السنة دي الناشئين بدأوا البطولات او بدأوا البطولة دي في الدوري وقدروا يستمروا ويحافظوا على الفوز في النادر اهلي خلينا نشوف ابطال حاجة بسيطة من قائلات الاهلي ابطال الطايرة النهاردة جيل بيسلم جيل